اهلا وسهلا بكم من جديدة تحية لكل اللي انضم للمتعبعاتنا ووصلنا لآخر فقرات طلال الأصيل لهذا اليوم خلونا وبعض ننترف في مجموعة من الأغنيات والألحانة اللي بنسعد جدا بأنه يكون حضور أنيق معانا من خلال هذه المساحة الأستاذ والفنان مصطفى سحنون أو مصطفى أحمد الشهير بي سحنون أهلا بك يا مصطفى مرحبك إن شاء الله مرحبك تحية موصولة لقناة الشروق وكل التما العامل وكل العازفين الموجودين هنا احنا قبل ما نبدأ في تفاصيل مصطفى أحمد الفنان والبدايات وتفاصيل كيف أنه تمت إجازة الصوت والقصص الكثير هل سأحكيها رايك شنو نسمعهم لحنا في البداية طوالي طوالي نسمعهم ونيت خاصم يوم للبراهن حسين نسمع نسمعهم موسيقى 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 نحلي في جوبك الجاسي موسيقى نحلي في جوبك الجاسي موسيقى 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 رضينا هوانا في حبات رضينا هوانا في حبات رضينا هوانا في حبات حرام تتناس ريدك موسيقى موسيقى يا سلام يا مصطفى شكرا لك كثير وشكرا كمان لكل أفراد الفرقة الموسيقية اللي دايما هم بيبدعوا من خلال الإيقاعات الجميلة هو الصوت الأجمل شكرا لك كثير يا مصطفى وتسعة سنوات يعني من 2014 وحتى الآن هي مشوار لمصطفى اتنقل فيهم المساحات للأخرى لكن خلينا نبدأها من أولا وين كانت وكيف؟ لا هي كانت البداية في شمال دارفور بالتحديد يعني كان بيكوتهم بالتحديد يعني طبعا من هناك وربيت هناك يعني كان شاركت الدور المدرسية 2010 كان لدي الموهبة بغني كده بدن دين مع نفسك براك في المدارس طبعا من كنا في الأساس قبل ما تتقلب بتوسط طيب يلا كان بدن دين وهو جيت شاركت في الدور المدرسية جيت الأول على مستوى المحلية وهو جيت الفاشر على مستوى يهل دارفور بلدنا يعني جيت ثاني دي مساحة دي مساحة اللي أنا قدرت أعرف فيها إنه أنا ممكن أغني يعني فكان بديت بغنيات كيف هان عليك حبيب تنساني بدت من فوق طوالي طوالي من فوق كده فيهو دي كانت البداية دي كانت ضربة البداية بعديها يمكن جامعة جامعة تنيلين تحديدا هي من المحطات المهمة جدا بالذات إنك أنت كنت في الكورال يعني فيها قصص وحكايا شاركتك كيف كانت في الكورال وكيف كان؟ نحنا كنا في الكورال تقريبا تسع نفر شاركنا هو جيدنا في المهرجان بتاع التعليم العالي ده على مستوى السودان شيرنا الكاس بتاع الكورال نمدة ثلاثة سنين يا سلام دي جاس كبير هاي ثلاثة سنين يعني وعلى التوالي كده لأن الغنية الوطنية الكورالية بدنا ننجي الأوائل نحنا كنيلين يعني الجد النيلين يعني زي ما أبقلوه واقفة سمحة يعني الجامعة عريقة جدا والتحية لجامعة النيلين ولكل أفراد دي الأداتك مساحات إنه انت تقدر بعد كده تغني براك يعني وصفة رغم إنك انت مشوار يعني لسنوات بسيطة لكن كان عندك فيه الانتاج ودي الحاجة اللي ممكن الفنانين لسنين طويلة هم وما يقدروا يصلوا إليها صح عمالك الخاص عندي 22 عام الخاص وانحنا بوصل التحية لكل الشعر اللي عملت معهم وكل الملحنين رقم 22 ما هي اي والله يا حتى قدرت أقولي رقم فجدت عملت إيجازة الصوت عملت عام 2016 نحن رأينا نتكلم عن الفنانين قبل إيجازة الصوت هاي الفنانين من هو أول الشعر القصدي والملحنين اللي انت تعاملت معهم عباس فرح أبو ظفاف ده طبعا أول زونة نتعابل معه غنيتة الانتظار الملح يعقوب والله أستاذ جميل جدا ملحن ما شاء الله وله يا أخي وله الصحة والعافية وتاني عبد الواحد يوسف التكينة وده اللي والله يوجد ناس وقفوا معاي وقفة كويس جدا يعني وعندي جزء من الفنانين يعني أصحابي برضو ما شاء الله يعني ديال طبعا كان هما اللي تقدر تقولي قبلي في الوسط يعني ناس ما شاء الله يا أخو والله يروف معاي وقفة والحمد لله مصطفى يعني بأعمالك الكثير اللي 22 عمل رأيك شنو تسمعنا الانتظار هسمعكم الانتظار ده طبعا كلمات عباس فرح أبو ظفاف الحاني أنا ومن هنا أوصل تحية لناس رفاعة وعباس فرح أبو ظفاف وكل الجماعة ده إن شاء الله كل التيم الشعراء اليوم تحية واللايب مصولي يا أخي مليانة والشروق إن شاء الله إن شاء الله والتحية ومصولي للشروق أيضا القناة رائعي بدا نحن نسمع العمل ده طبعا هو خاص يعني باعتباره خاص أي فخلينا نسمع رأيك شنو مع الفنقة الموسيقية آي رأيك تمام أبتدي في الغنينا جميل تخضل ترجمة نانسي قنقر زمان جار وقف تلا من فكر حار والله حار الانتظار زمان جار وقف تلا من فكر حار والله حار الانتظار ترجمة نانسي قنقر زمان جار وقف تلا من فكر حار والله حار والله حار الانتظار زمان جار وقف تلادي في الآل فكر حار والله حارصل موسيقى Could be قل لي بخت صار وريني ايه في الدنيا صار يا أخي قليل باختصار وريني إيه في الدنيا صار الوجنا والخد النظار الوجنا والخد النظار الوجنا والخد النظار الدنيا من قيدك ودار والله حار الانتظار ثماني جار وكب سلامي فكري حار والله حار الانتظار يا أخي قليل باختصار وانا منتظر جواينا يا أخي قليل باختصار يا أخي قليل باختصار وانا منتظر جواينا الوقف طالت في الفنار الوقف طالت في الفنار الوقف طالت في الفنار يا روحي استعجل علي ذكرة خيالك حكرار والله حار الانتظار دوان جار وكب سلامي ذكري حار والله حار الانتظار حبيبي من أخيال خيال اخترت ريد وأنا اختيار يا حبيبي من أخيال خيال اخترت ريد وأنا اختيار طيّت مشاعري عجل سار طيّت مشاعري عجل سار طيّت مشاعري عجل سار بافتخر به مفتخار والله حار الانتظار لما نجال وقف تلامي ذكري حار والله حار الانتظار زماني جار وقف تلامي ذكري حار والله حار الانتظار زماني جار وقف تلامي ذكري حار والله حار الانتظار يا سلام يا مصطفى شكرا لك كتير والانتظار حار بزات انتظار إجازة الصوت بيكون يعني حار على الفنّان لأنه بيكون قدم بيكون غنّى مصطفى من بداياته لحد 2016 كانت إجازة في الصوت وقصة كانت بالإسبالك قصة طويلة جدّاً ومشيت مجلس المهنة الموسيقية طبعاً طيّم دا رجل الصواتيق على سجل اسمك وأعمل لك خمسة أعمال دي من ضمن الانتظار دي من قويل الأغنيات اللي أنا غنّيتها مش هيد وديت الخمسة الأعمال في سطوانا بضرب لك تلفون بعد يومين كذا بقول لك تجينة بيعازفة عشان شنو في ملحنين وشعارة ونقاد وفنانين الكبار ديل تكون قاعد قول لك غنّي لينا خلا تخش لك في غنية كذا من الأغنيات أنا كان غنّيت غنية له بتسأل عني تاني إبراهيم عوض ربنا يرحمه يغفر له غنية الغنية دي والحمد لله نحن من كم وعشرين من كم وعشرين فنان أخدنا البطاقة نحن تلاتة ثلاثة نفر البقية رجعوهم قال لهم تجي بعد سنة واحد بيقول لها ستة شهور كده حاجات زي دي يعني فالحمد لله أنا أخدت البطاقة بجيت تاني كانت بالنسبة لك فرحة كبيرة طبعا فرحة كبيرة بتجيض والله أول حفلة غنّيتها بعدها أول مناسبة أول مساحة غنائية كانت بالنسبة لك بعدها كانت وين وكيف كنت أشغال في صالة فرحتي يعني جيتها سامع الموضوع حكاية دي أنا جيتها لازم يكون عندك بطاقة بعدك نحن الصلاة بيقول لنا يا أخي تعرف فنانة جايبينه منه فلان مثلا لدينا رغم بطاقته لما عنده لكانت النظام العام يعني شغالين شغل شديد في الموضوع فالحمد لله يعني وصلت واخدت الرخصة من المدلس وشاكر ومقدر لأسفلس المهن المسيغية والحمد لله يعني وصلت المسيرة جميل يمكن كتير من الفنانين اللي كان عندهم مشوار صعب واللي يمكن إجازة الصوت كانت بالنسبة لهم محطة مهمة جدا وكان زمان يعني كتير من الفنانين اللي بيحكوا إنه إجازة الصوت بالنسبة لهم كانت بتمرعب من طريق مراحل وعن طريق كتير من الاختبارات اللي بتكون بالنسبة لها ممكن هم لازم يتوقفوا فيها وكانت بتاخد سنوات طويلة يعني والفنانين دي اللي كان عندهم مساحاتهم البعد كده أدتهم ثقة بنفس لأنه هم يكونوا فعلا فنانين قادرين إنه هم يدوا يدعموا المساحة الفنية السودانية من خلال حديثك يا مصطفى ذكرت أنه أول المساحات اللي انت قدمتها واللي كانت للفنان الذري إبراهيم عوض وإبراهيم عوض واحد من الفنانين الكبار اللي قدموا للسودان من فن ومن تفاصيل جميلة انت كان عندك ممكن علاقة خاصة والوالد تحديداً كان هو معجب أنا اسمعت بالقصة دفع قصة العلاقة بينك وبين الوالد وبين عجابكم بالفنان الذري إبراهيم عوض طبعاً يعني هالسي أنا دعا أقول لك سيفل الستيديو هنا موجود عندي أشقائي اثنين أهو عبدالله بتعليغة وعلى الدين ده إحنا بنحييهم دهل أخوانيا شبعي يعني دين الناس الوقفوا معي بالجد يعني أنا أبوي ما يعني في ناس طبعاً واحد يقول ليك مثلاً والله هنا بغني لكن أوي للي أزول الشغلة دي ما تنفع انت عندك الأسر كلها ما شاء الله بيخوانك يعني الأسر كلها كلها فنية يعني أنا قمت لجيد أبوي بعزي في العود وبسمها على إبراهيم المعوض قال لك ديو الصحة والعافية والتحية موصولة لي أبي من هنا من داخل الستيديو إن شاء الله كده رباً يطول في عمره وقف معي والله وكان دايماً بيشجعني بقول ليه إنت عارف إنت يا مصطفى هتبقى فنان وعلى الدين كان عنده موهبة العازف عنده ورقاً صغير كده تعليمي كان بدعمكم كلكم؟ هاي بدعمنا كلنا الفنان والعازف والأنجمي والفنية كلنا هاي طوالي بدعمنا هاي كده الحمد لله يعني أنا أبي والله وقف معي وقفه وكان من ضمن الناس بشجعني يعني الثاني على الدين برضو أنه عبدالله دا كان أصغرنا يعني لكن برضو عنده شوية بتشجيع كده كان لأنه ما بفهم فلغونا زمان الإقاعة جاي ما تصبطوا له يا عبدالله طالما إنه قاد شوية دي الإقاعة جاي جاي يجيبوا له وما موزون لا ما تانا نحن قلنا زمان مهسة لك هسة الوطبق معلم ما شاء الله تبارك الله احنا خلينا من إبراهيم عوض نمشي لعبد الرحمن عبدالله هاي نمشي لعبد الرحمن عبدالله شجيش شجيش قل مروح طيب نسمعه هاي نمشي بيش هاي نامشي بيش شجيش قل مروح قبال صباح ميبوح قبال صباح ميبوح أليا يا ما تحني يضيب اليوم مستمي وراك الريت شاغلي هاي بدوريك تسألي عني أنا والليار موسيقى 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 يضيب اليوم مستمي وراك الريت شاغلي هاي بدوريك تسألي عني أنا موسيقى 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 طمحت الليل دميب تفق ولا يا ما تحني دميب اليوم مستني وراك الري تشاغلني هاي بدوري تسألي عني ولا يا موسيقى موسيقى سيكيش قولي امروه سيكيش قولي امروه سيكيش قولي امروه سيكيش قولي امروه قبال صباح ما يبوه قبال صباح ما يبوه ولا ما ما بقدر باسيبه كليب تشيله وروح والذيانها بتحني كليب اليوم مستني وراك الري تشاغلني هاي بدوري تسعني عينا والله أولا يا أخي أنا أشكركم بنت وناس الشروق بالتحديد والتحية يا أخي موصولة لكل الأهل في السودان عامة وشمال دارفور خاصة وكتم بالتحديد هي موصولة لأبوي والدي العزيز ربنا تديه الصحة والعافية والوالدة ربنا تديه الصحة والعافية وكل الإخوان وكل الفرغة الموسيقية اللي هو أمير ساكس وعبدالله سحنون وعلى الدين سحنون ومأمون كلكم وشكرا موصول لكم وشكرا موصول لكل السودان عامة يعني وموصول لك إيدي وكل التيمة العاملة شكرا لك كثير يا مصطفى وشكرا لكل هذا الاحتفاء من خلال الألحانة اللي قدمته لينا شكرا لفرقة الموسيقية اللي دايما هي بتشجيلنا بجميل الإيقاعات وليكم كمان متابعين ومشاهدين وينما كنت كانت هي رحلة لليوم من خلال ظلالة الأصيلة اللي اتجولنا فيها في مساحات إبداعية عدة ومختلفة يمكن كانت مساحات كاملة تدسم لكل منها نكهة ومذاقة القاصة اللي حاولنا نقدم عليكم لأمسيات ظلالة الأصيل لهذا اليوم نتمنىكم دايما تكونوا بذات المحبة وبذات التفاصيل الجميلة والسمحة في بيوتنا السودانية كنوا تواجدين في كل مساءاتكم نحن بنحييكم وبالتأكيد هي كانت المساحة اللي بتجمع بيننا وبينكم سنلقاكم بفريق عمل جديد يوم الأسبوع القادم خلينا نقول يوم السبت والأحد مساحات جديدة هي بتمتد بيننا وبينكم أقعدوا عافية اشتركوا في القناة